تعالى نشوف ازاي مصر اتقدمت في مؤشر سيماجو للنشر العلمي منذ صدوره مصر اتقدمت 13 مركز احنا كنا في المركز رقم 37 سنة 96 في 22 بقينا المركز رقم 24 طب بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على عدد الابحاث العلمية المنشورة وخد بالك انت هنا داخل بقى ايه؟ المنافسة اللي ما بينك وما بين انجلترا و اكسفورد و كيمبريج و كوين ماري و كينجز و امبيريال كالج ده على سبيل ده نجيب لك بلد يعني ده انجلترا بس موصر طب حاجة جامونة ده غير بقى هارفرد و ييل و ستانفرد في امريكا يعني حاجات كتير فانت وصل للمركز 24 في النشر العلمي من جامعات العالم اللي بيقولك انهم تقريبا الجامعات المعتبرة في العالم 6500 فانت في النشر مركزك بقى 24 تبقى اللي اسم عجو طيب تعالى نشوف او سايم عجو تعالى نشوف في يو اس نيوز مصر اقدمت في مؤشر جودة التعليم ازاي تقدمت 14 مركز احنا في 2019 كنا يدوب وصلنا لحد 51 جينا في 22 عملنا قفزة تانية وصلنا لي مركز 27 و ده تصنيف متعلق بافضل الانظمة التعليمية تعالى نشوف ايه 41 مصر الواحد واربعين مركز اللي تقدمتهم مصر كان في قانية حتة تحديدا الحتة دي في قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياج فمصر قفزت 41 مركز تخيالي اخي 2019 بكل الجهود المبزولة احنا كنا في 108 انت متخيل ده معناها ان احنا كنا فين قبل 2014 اذا كنت في 19 بقية المركز 108 تيجي سنة 21 بقية المركز رقم 67 هنا المؤشر ده بيقيس مدى مساهمة النظام التعليمي في خلق اقتصاد قوي وتنافسي يقدر يخرج كوادر في مختلف المجالات والمناحي تنهض بالاقتصاد المصري يعني المسألة بقت مسألة متعلقة بالكيفية مش مس بالكمية هنا دي الاختلافات مش عادة تخرجين لا عقول تعال نشوف ال 14 مركز آسف العشر مركز اللي تقدمتهم مصر في مؤشر الابتكار العالمي 2014 احنا كنا رقم 99 بقينا رقم 89 على مستوى العالم في مؤشر العالمي الابتكار هنا بقى المؤشر ده عنده اكتر من ركيزة منها البحث والتطوير منها الانفاق على البحث العلمي احنا محتاجين الشدة في حالنا شويتين تصدير الصناعات علية التكنولوجيا